تحياتي الفرق بين الباشق والعوسق كنت باختيار هذا الموضوع بسبب أن هناك لبس كبير في التمييز بينهما والسبب الأساسي وراء ذلك أن العوسق يدعى في مناطق متفرقة من الوطن العربي خاصة في العراق والجزيرة العربية العوسق يدعى باشق بالتالي هناك صعوبة في التمييز بينهما على هذا الأساس كنت بإعداد هذه الحلقة المدعمة بالمشاهد الحية من الطبيعة والإحصاءات والمعلومات خليكم معي العوسق هو الاسم العربي الرسمي المعتمد في المراجع العلمية ويسمى أيضا في بعض المراجع عوسق أوروبي وعوسق شائع أما محليا فله قائمة طويلة من الأسماء المحلية الشائعة في فلسطين والأردن يسمى سقيري تصغيرا لإسم السكر وفي دول المغرب وشمال أفريقيا يسمى سكر البوع ميرة ويسمى في أنحاء متفرقة من الوطن العربي الشرياص والشبوت وسكر الجراد أما طائر الباشق فلا أعرف له اسما سوى هذا الاسم باشق أوراسي نسبة إلى انتشاره الواسع في أوروبا وآسيا وأرجو من حضراتكم كتابة أي أسماء محلية أخرى في التعليقات مع ذكر الدولة بالنسبة للشكل هناك تشابه كبير من ناحية الحجم والوزن فطول كلا الطائران لا يتجاوز 40 سنتيمتر ومد الجناحين يصل إلى 80 سنتيمتر ومتوسط الوزن 300 جرام إضاف إلى ذلك أن عمر كل من الطائران يصل لحد 16 عاما أما اللون فيمكن التمييز بينهما بكل سهولة فالعوسق يغطي جسمه ريش بني بدرجات متفاوتة مع نقاط سوداء تنتشر على أجزاء الجسم المختلفة وهناك تفاوت في درجات اللون وتوزيعها بين الذكر والأنثة أما الباشق فيغلب على ريش الجزء العلوي من جسمه اللون الرمادي القاتن أما الجزء السفلي فيغطيه لون بني يمين للحمرى وخطوط قاتمة مع تفاوت في الألوان والحجم بين الذكر والأنثة وقبل استكمال المقارنة أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة إذا كنتم من عشاك الطيور والحياة البرية وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد على القناة ولمساعدتي في الاستمرار العوسق يتواجد عالميا في جميع أنحاء قارة أوروبا وفي غرب آسيا وفي شمال أفريقيا والعوسق عموما طائر مقيم بشكل دائم غير مهاجر في معظم مناطق انتشاره مع هجرة ربيعية باتجاه الشمال وفي الوطن العربي يتواجد العوسق في كل الدول العربية يطائر مقيم على مدار العام أما الباشق فهو أكثر هجرة من العوسق فيتواجد عالميا كطائر مقيم في أوروبا وشمال أفريقيا وكزائر شتوي في وسط أفريقيا وجنوب آسيا ويتواجد في شمال أوروبا وآسيا كطائر زائر صيفي مفرخ في فصل الصيف تهاجر أعداد منه شمال آسيا وأوروبا وفي الوطن العربي يتواجد في المغرب والجزائر وفي فلسطين وشمال سوريا كطائر مقيم على مدار العام وفي بقية الدول العربية كطائر مهاجر وزائر شتوي كلا الطائران من الجوارح إلا أن طبيعة الفرائس المفضلة وطريقة الصيد قد تختلف العوسق يفضل صيد الحشرات كبيرة الحجم والزواحف خاصة الحراذين والسحالي كما أنه يصطاد فراخ الطيور كطيور الحجل وإلى درجة أقل ومحدودة جداً قد يتغذى على الطيور صغيرة الحجم مثل عصفور الدور البلدي أما الباشق فهو طائر متخصص في صيد الطيور ويظهر ذلك في اسمه باللغة الإنجليزية سكر العصافير في إشارة إلى تخصصه في صيد العصافير كما يصطاد الحمام واليمام والطيور المائية صغيرة ومتوسطة الحجم أما طريقة ومهارات الصيد فهناك اختلاف واضح يصطاد العوسق فريسته بطريقة مميزة حيث يتوقف في الهواء محلقاً بجناحيه ويقوم بعمل مسح جوي للمنطقة المستهدفة وبعد رصد الفريسة ينقب عليها ويصطادها ثم يحملها إلى مكان آمن لتمزيقها بمخالبه الحادة ومنقاره المعقوف المصمم لمثل هذه المهمات أما الباشق فيمتلك مهارات صيد في الجو تختلف تماماً عن العوسق حيث يطارد فرائسه في وضع الطيران بالإضافة إلى قدرته على مطاردة الفرائس في المناطق المفتوحة فإنه يتميز بقدرة عالية على مطاردة فرائسه في المناطق الشجرية والغابات حيث يمتلك قدرات استثنائية على الطيران والمناورة بين أغصان الشجر لمطاردة الطيور المغردة والطيور صغيرة الحجم تعشش العوسق في المناطق المرتفعة حيث يضع عشه في الجروف الصخرية المرتفعة التي يصعب الوصول لها وعلى الأشجار المرتفعة مثل شجر السيرو والكينة كما يعشش في المناطق الحضرية على نوافذ البيوت المرتفعة والفتحات العمرانية المهجورة وعادة يضع من ثلاث إلى ست بيضات في الموسم الواحد أما الباشق فيعشش على الأشجار متوسطة الارتفاع مثل أشجار الزيتون ويأتي عشه على شكل دائري من أغصان الشجر وعادة ما يضع من بيضة إلى ثلاث بيضات كلا الطائران عرض للصيد الجائر بعرض التجارة إلا أن الباشق أكثر استهدافا لندرته ولكدراته العالية على الصيد حيث يستخدم في رياضة وهواية الصيد باستخدام الطيور لمشاهدة فيديو كامل عن الباشق شاهد هذا الفيديو وللتعرف على كل شيء عن العوسق شاهد هذا الفيديو إلى اللقاء شكرا للمشاهدة